كثير من الوزن كثير من الوزن اللي في رمضان اللي تتبين بأن واحد الفئة من المغربة في رمضان تغلضوا وتسألون العلماء تقولوا كيفاش انتم تتصوموا وتتغلضوا فالوجيكما إلى الصمت يوغس كون تلقاقوا فعلاك حيث شنو هو المبدأ مغير المبدأ الديني الأساسي حيث حيث نتصوموا على واحد المبدأ واحد الجانب الديني الأساسي من الأركاز ديال الدين ديالنا ولكن كان واحد الجانب آخر هو الجانب هو الجانب صحي فصيام رمضان هو صحي إلى صمنا رمضان واحد الكيفية معقولة فبعد المرات الناس الكيفية كيفاش تصوموا رمضان فبعد المرات غير سالم على الجسم ديال الدين شنو هو لأن الإنسان مليتي يصوم وتأكل كتر من الشهر الأخرى فهو ماشي هذا هذا صيام سليم لأن إلا شفنا إلا شفتيعة أميما بأن بأن المخبازات في رمضان هم رأى الناس تحمقوا تحمقوا كل شيء تبغي يشريه هذه وكل شيء تبارت الله إحنا إحنا المائدة المغربية وتبارت الله الآن المغربية معروف على الصعيد العالمي والمائدة المغربية في رمضان تتكون تبارت الله عامرة والإنسان وإحنا تنقلوا 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 بالعين ولكن بالأسف بالأسف تلاحظوا التفعهية والنسبة الدهنيات والبروتينيات تنخفضوا والفواكي والخضار تنخفضوا في رمضان فأخصنا كيف قلت في الأول الخضار والفواكي هما المواد الغذائية الأساسية في رمضان طبعا مع النوم طبعا ومع الرحة فهذا الشعر هو مشغل للصيام بزرد المسائل هو للتواصل هو للعبادة للتواصل المسائل حتى للحترام الجسم لا معنويين ولا بدنيين